مواعيدنا الاقتصادية لنهار اليوم بداية شارك وزير وصناعة والإنتاج الصيدلاني على عون في المنتدى الاقتصادي الدولي سان بيترسبورغ بروسيا رفقة رئيس مجلس التجديد الاقتصادي كمال مولا وعدد من رجال الأعمال الجزائرين للوقوف على جميع الاتفاقات بين البلدين بعد الزيارة التي قادت رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون العام الماضي ودعم الشراكة والتعاون بين الجزائر وروسيا وعلى هم الشيء هذه المشاركة أبرز الوزير عون المكانة التي يحتلها القطاع الصناعي في هيكل الاقتصاد الوطني مشيرا إلى أن الجزائر توفر كافة التسهيلات والإجراءات للمستثمرين الوطنيين والأجانب على حد سوى لتجسيد مشاريع في كافة شعب الميدانية كما نقش الطرفان العديد من القضايا الاقتصادية خاصة بعد تزايد عدد البعثات لرؤساء الشركات الروسية إلى الجزائر بشكل كبير حيث أعرب جميع العملاء الروسيين عن رضاهم خلال إقامتهم في الجزائر والتبادلات التي أجروها مع المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر